السلام عليكم وياكم دكتور محمد خان اليوم سنغوص بعالم الأناتومي وسنأخذ واحد من أهم نيرف في جسم الإنسان والأهم لنا كأطباء أسنان وهو الترايجومنال نيرف الكرينيال نيرف 5 سنرى من أين يبدأ وماذا يغذي فبدون أي مقدمة زائدة نبدأ الدرس مثل ما قلنا في محاضرتنا على الترايجومنال نيرف سنأخذ بها الشعرات الأساسية بأقل من 30 ثانية وبعد نذهب للعمل أول سؤال سيسألك بالعمل هو الترايجومنال نيرف هل هو سنسوري أو موتر الإجابة باختصار أنه هو أو تقدر تقول ميكسد يعني هو به أعصاب سنسوري وبه أعصاب موتر بما أنه اسمه ترايجومنال نيرف تراي يعني ثلاثي هذا معناه أنه مقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول اسمه اسمه الأوبثالميك V1 القسم الأوبثالميك من الترايجومنال ويسمى أيضا بال V1 يعني الخامس القسم الأول هذا الدفجن يعتبر سنسوري يعني عندما نشرح عليه بالعمل كل شيء هو عبارة عن سنسوري يضطي السنسيشن الجهة السكالب وجهة العيون تمام الجزء الثاني اسمه الماكزيلاري أو V2 الماكزيلاري حتى هو سنسوري يعني ما بأي بارت موتر فالجزء الثاني اسمه الماكزيلاري الجزء الثالث ينواء اللي هو المانديبلر أو المانديبلر ديفيجين أو ترايجومنال نيرف ال V3 اسمه هذا هو البارت الوحيد اللي يكون به سنسوري وموتر مو موتر فقط مرة تسئلك ولكنه هو موتر لا هو بي سنسوري و بي موتر يعني ميكسد وهذا اللي يخلي ترايجومنال نيرف ميكسد تمام السؤال الثان رح يسألك يا بالعملية انه هو من وين يطلع اصلا نحن نعرف ان وين يطلعون يطلعون من مكان اسمه جذع الدماغ أو هذا المكان المشهر عليه اوكي البرينستيم اصلا هو مقسم الى كذا قسم اللي هو بداية بالثالموس بعد الميد برين بعد البونس بعد الميدالة الترايجومنال نيرف باختصار يطلع من منطقة اسمها البونس هذا هو فهذا هو عبارة عن سؤال يأتيك بالعملية أو يأتيك بالنظرية يقول لك الترايجومنال نيرف وين يطلع هو يطلع من منطقة البونس طبعا هو الى شم فايبر تطلع من مكانات اخرى لكن مين هو يطلع من البونس فهذه هي إجابة هذا السؤال هذا المنظر سنأخذه بعد ثواني بالعملية شاهدوا هذا المنظر هذا الكرانيوم بيز ما هي هذا الفرام الماقنم مثل ما قلنا هنا موجود البرينستيم طبعا البرينستيم موجود هنا ويطلعنا هذا الأنبوب الذي هو الترايجومنال نيرف المين ترنك بعدين هناك شيء اسمه جانجليون كلمة جانجليون بالطب معناها عبارة عن تجمع من الخلايا العصبية يعملون مثل الكتلة فسيحون انها لدينا مثل الكتلة مثل الدوارة بعد هذه الجانجليون سيتقسم الترايجومنال نيرف للثلاث أقسام التي ذكرناهم الأوبثالميك والماكزيلري والماندبلر انا طبعا حبيت اراويكم هذه الصورة سنشرح عليها بالعملية اوضح واكثر ولكن تعرفون اني رسمي جدا سيئ فحبيت ان اراويكم هذه الصورة حتى بعدين تسهل علينا عملية الشرح مثل ما قلنا حبايب ان هذا هو الفيور سنأخذه هذا ما اسمه هذا اسم الكرانيال بيس دعنا نأخذكم الجولة بسيطة هذه ما قلنا هذه اسمها فريم الماغنم وهذه ما هذه العظمة اسمها السفينويد بون هذا وهذا 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 موجود هنا موجود هنا مثل الكرسي من تجد عليه هذا الكرسي تجد عليه المكان 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 هذا المكان الذي سيكون به المكان فنبدأ نرسم ولكن شاء الله سأجيكم بالعمل هنا في هذه المنطقة هنا 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 وهو باختصار عبارة عن مثل الوريد موجود داخل الكرانيوم هنا هذا سيسئلك أن سيقول لك أن يعبر من يم الكفيرونس ومن أي يعبر من جهة الكفيرونس هنا نرى مثل ما قلنا أن هو جاء من جانجليون جانجليون عبارة عن تجمع من الخلايا العصبية ثم ثم سيبدأ ثلاثة أقسام سينقسم إلى Ophthalmic Division لاحظوا أن يمشي على الخلايا العصب من الخلايا العصب بعد يدخل عن طريق هذا الفشر فشر يعني شق هذا الفشر ما اسمه؟ هذا الفشر اسمه سيبيريور أوربتال فشر اللي هو الشق الخاص بالعين اللي جاي فوق هذا السيبيريور أوربتال فشر ممتاز فشنو قلنا قلنا ان هذا من هو؟ هذا V1 اوكي يمشي لاتيرال لشنو هذا الأزرق اللي هو Cavanous Sinus يطلع من هذه المنطقة اسمه يطلع عن طريق الفشر ممتاز جدا يأتي وراء الماكزيلاري برانش الماكزيلاري برانش نفس الشيء يمشي لاتيرال لشنو لكافيرنس بعد يدخل يدخل بهذه المنطقة ما اسمه؟ اسمه Foramen Rotundum ممتاز جدا يبقى ان منه يبقى ان الدفجن الثالث ما لا علاقة بالكافيرنس هذا السؤال يأتي بالمسي الذي يقول لك يا برانش يعبر لتيرال للكافيرنس الذي هو الأوبتال والمكزيلاري فقط الماندبلر يأتي منه ثم ينزل رأسا لكافيرنس 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 ويطلع عن طريق فريمين ما اسمه؟ فريمين أوفال أوفال يعني شيء بيضاوي وهي الفريمين شكلها بيضاوي فهذا هذا ممتاز فهذه الرسمة المبدئية سنعرفها مثل ما قلنا هو يمشي عن طريق لتيرال والكافيرنس وبعدا يطلع عن طريق ممتاز المكزيلاري يمشي حتى هو لتيرال بعدا يطلع عن طريق الفورامن وبعدا الماندبلر ما العلاقة نهائيا بالكافيرنس ويطلع عن طريق الفورامن أوفال ممتاز سنأخذ كل واحد بعده سنأخذكم بجولة هذه الفورامن أوفال لاحظوا أن هي شكلها بيضاوي هذه الفورامن أوفال وهذه اليوم هي الفورامن سباينوزم حفظوها بعدين بالماندبلر ديفيجن إن شاء الله سأخبركم ما نفعله فهذه لدينا فهذه لدينا الفورامن أوفال وهذه لدينا الفورامن روتاندوم وهذه لدينا سيبيريور أوربيتال فشر لاحظوا إلي عبارة عن شق كبير اسمها سيبيريور أوربيتال فشر ومثل ما قلنا أن هنا موجود الكافيرنوس سينوس بها المنطقة المنطقة بها الكافيرنوس سينوس اللي هي جاي شنو؟ جاي على حافة السيلاتورسيكا السيلاتورسيكا هي الكرسي التي تقدي عليه البتيتري غلاند هيا اسمها السيلاتورسيكا المنطقة وهذا طبعا شنو؟ هذا هو اللي مقشر عليه وهذا الـ ممتاز هل نأخذ الأوبثالميك ديفجين ونطلع ويقوم بالنيرف اللي براه شوفوا يا هذا المكان احنا وين هسا؟ احنا بقاع الأوربت مع العين وهي شي يطلع الأوبثالميك ديفجين يطلع براه هندوه الصورة هذا شنو؟ هذا السيبيرر أوربتال فشر هذا هو السيبيرر أوربتال فشر وهي عدنا شنو؟ هاي عدنا الأوبتيك كنال اللي يطلع منها الأوبتيك نيرف الكرينيال نيرف نمبر 2 ليس موضوعنا دعنا نأخذ سيبيرر أوربتال فشر مثل ما قلنا أن الأوبثالميك ديفجين يطلع من هذا المكان عندما يطلع النيرف سيطلع من هذه الزاوية سيتقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ما هي هذه الأقسام؟ أول قسم وأسهل قسم وأصغر قسم يسمى باللاكرمال سيطلع منها وأنا سيذهب إلى هنا هذه هي جهة الميزيل وهذه جهة اللاترال صح؟ وهذه ميزيل قريبة على المنتصف وهذه جهة اللاترال سيذهب إلى الغده ما اسمها هذه الغده؟ هذه الغده اسمها اللاكرمال من اسمه؟ هو اسمه اللاكرمال سيغذينا هنا غده بالوبثالميك سيمينيكي هذا ما اسمه هذا اسمه فرونتال نيرف فرونتال نيرف فرونتال نيرف برانش أوف أبثالميك برانش أوف تريجيميل أوكي الفرونتال نيرف شنو سيزيد ينقسم إلى قسمين القسم الأول شنو اسمه اسمه سوبراتروكليار ورح يصعد ليفوق ورح يمتد ويغذيننا منطقة الفرونتال بون ويوصل للسكالب ويوصل حتى لنهاية الرأس الثاني ما اسمه الثاني اسمه سوبراتوربتال نيرف سيطلع من وين سيطلع من هذه اللي هي سوبراتوربتال فوريمن سيطلع منها نفس الشي سيغذيننا الاسكالب لعند نهاية الرأس يوصل فهذه ثاني قسم سهلات جدا مثل ما قلنا هذا الأبثال الميك نيرف الذي هو أصفر ينقسم إلى فرونتال نيرف الفرونتال نيرف سيطلعنا الثاني اسمه سوبراتوركير واحد اسمه سوبراتوربتال سيطلعون يغذوننا أول شيء الابر آيلد مننا اللي هو الجفن من هذه الجهة ويغذوننا السكالب اللي هي فروة الرأس ويذهبون لنهاية الرأس الآن سأراويكم لون الامتداد من هذه النيرف الثاني ممتاز بقالنا برانش واحد ونخلص الابثال الثالث هو أكثر برانش يعتبر معقد ما اسمه اسمه نازو سيلياري النازو سيلياري ينقسم منه بعد ما سيقوم هنا في المنطقة المنطقة فوريمين الفوريمين اسمه posterior ethmoidal فوريمين سيطلب واحد بها طبعا posterior ethmoidal فوريمين سيطلب posterior ethmoidal nerve معلومة مهمة عن هذا النيرف أن هذا النيرف لا موجود بـ 30% من البشر يعني 30% من البشر لا يوجد هذا النيرف أولا مثل ما قلنا هو يطلب بفوريمين وصل أولا معها بعد اسمه posterior ethmoidal فوريمين بعد ما يفعل سيكمل قبل سيكمل قبل ما سيجد فوريمين ثانية ما اسمها اسمها anterior ethmoidal فوريمين سيطلب بها ما سيطلب نيرف اسمه anterior ethmoidal نيرف سهل جدا الباقي سيكمل قبل و سيطلع من العين من هذه المنطقة و سيغذينا ما سيغذينا جهة الأنف و سيغذينا قليلا الأبر آيلد هذا النيرف ما اسمه اللي هو آخر واحد اسمه infratrochlear شاهدوا هذا سوبراتروكلير وهذا infratrochlear معناها الفراتروكلير من ناسوسيلياري من الأوبثالميك وال سوبراتروكلير من الأوبثالميك هذه شغلات مرة تخربطكم تقدرون تعودون الفيديو كذا مرة ستفهموها بسهولة بقانا برانش واحد فقط من الناسوسيلياري نحن نعرف انها العين هنا و العين هذه القرانية مع العين فهذا النيرف سيطلع من و سيأتي يدخل بالعين و سيغذينا القرانية هذا النيرف ما اسمه اسمه long سيلياري لماذا طويل جاء من و يمشي على طول العين بعد يدخلنا بالقرانية يغذينا القرانية كإحساس ما اسمه اسمه long سيلياري نيرف خلص خلصنا الأوبثالمي برانش راجحهم على السريع الجزء الأزرق يسمى باللاجرمال واللي هو أصغر واحد هو عبارة عن أن النيرف يطلع laterally ويغذينا هاي ويغذينا هاي القلاند اللي اسمها اللاجرمال القلاند الغدة الدمعية اللي جاية هنا وبعد نشي سوي رح يطلع بره ويغذينا شنو رح يغذينا ال upper eyelid من جهة اللاترال خلصنا الجزء الثاني اللي هو أكبر branch اللي هو frontal هذا السمين ينقسم إلى قسمين القسم الأول اسمه سوبر سوبر سيطلع من العين ويغذينا forehead ويغذينا scalp الجزء الثاني اسمه سوبر orbital سيطلع من اللي هو نازو سيلياري نازو سيلياري طبعا رح يرسمه طريقة أفضل من هذا نازو سيلياري يروح ل فورامن اسمها posterior ethmoidal فورامن سيطب بها وبعد سيكمل قبل سيجد فورامن ثانية اسمها anterior ethmoidal فورامن سيطب بها والباقي منها سيطلع هنا بره يغذينا side of the nose ويغذينا upper eyelid ويغذينا سمينا سمينا infratrochlear nerve ويجينا آخر برانش من عنده اللي هو long سيلياري اللي هو نازو سيلياري الجزء نازو دخل بالإثمويد والجزء السيلياري يروح يروح للقرانية مع العين بالlong سيلياري ويغذينا قرانية العين ممتاز جدا بعد ما رسمنا هذه الرسمة نجي نشوف اللي قلت لكم قلنا أن النير يطلع منا بعد نشوف هاي 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 يدخل بها النازو سيلياري يدخل هنا بعد يروح يكمل رح يلقى شنو رح يلقى انتيريار اثمويد رح يدخل بها وبعد يكمل يطينا شنو يطينا infratrochlear فهذول الفرايمن الاثنين رح يطب بهم واحدة منا واحدة منا وبعد الجزء الأخير سيأتي من جو ويغذي قرانية العين ما اسمه long ciliary nerve نحن لم سألنا هذول الاثنين ماذا يغذون هذول عندما يطب بال ethmoidal bone سيغذون سيغذون الخاصة في هذه المنطقة ethmoidal sinus و sphenoidal sinus و sphenoidal داخل posterior سيغذون posterior و anterior سيغذون anterior infratrocler سيغذون هذه المنطقة هي side of the nose من فوق سيغذون نحن هنا طبعا نحن لدينا الجفن العلوي سيغذون جزء منه الف infratrocler ممتاز جدا ماذا خلصنا خلصنا ophthalmic division لكن هو للأمان مو أصعب واحد نرجع نحن خلصنا ophthalmic division مثلما قلنا ophthalmic division يخرج من superior orbital fissure الف جاء من greater wing of sphenoid وال lesser wing of sphenoid ممتاز جدا جزء الثاني هو maxillary branch حسنا نتكلم عن الماكزيلر برانش الماكزيلر برانش من هنا يطلع؟ يطلع من فورامن شن اسمه؟ فورامن روتاندم اللي هي هاي الفورامن شوفوا يا هاي الفورامن هاي الفورامن روتاندم وين صارك؟ صارت تحت السوبيلر أوربيتال فشر وجايه وين؟ جايه بال جريتر وينج اوف سفينويد طبعا شوفوا سفينويد بوينج عبارة عن شنو؟ عبارة عن مثل الفراشة شكلها هل حاول ارسم لكم اياها هذا محاضرة اناتومي عامة شوفوا هاي الفورامن سفينويد بوينج كلها سفينويد بوينج شكلها يشبه الفراشة وتحتوي على شنو؟ تحتوي على جريتر وينج اللي هو الجنح العظيم او الجنح الكبير و لسر وينج هذا اسمه لسر وينج اوف سفينويد صغيره هذا الجنح وهذا الجنح ممتاز شنو يبيه طبعا؟ باوبتيك كنال هاي هاي الاوبتيك كنال يطلع منها الاوبتيك نيرف وهي فورامن روتندم هذا الجنح الكبير هذا الجنح الكبير من السفينويد بوينج السفينويد بوينج عظمة مهمة جدا بيها مئة ألف شغلة فهاي هي شنو؟ هاي هي السفينويد بوينج بما ان احنا ما اخذينا الاتومي قد اراويكم اياها فمثل ما قلنا البرانش الثاني اللي هو يطلع من فورامن روتندم هاي فورامن روتندم اول ما يطلع من فورامن روتندم وين سيروح شوفوا يا هاي سيأتي لهذه المنطقة طبعا منطقة ما قدر ايبينها لان هي صعبة بس هو رح يكون مننا طالة وطالة قبل هالمنطقة ما اسمها؟ سؤال مهم بالعملية سيأتي لك يقولك اول ما يطلع المجزيل النيرف وين سيروح؟ سيروح بهذا هذا عبارة عن فشر صح؟ عبارة عن شق الشق وين جاي؟ تروني هاي محاضرة اناتوا مرض هنالي هذا اللي اسمه هاي جزء من سفينويد بون شفتوا السفينويد بون اللي شكله لفراشة؟ هاي من جوها هاي جزء من اسمه هاي اللاتيرال تريجويد بلايت وهاي الميديال تريجويد بلايت فاول شي رح نعرفه بالفشر انه هو ليه علاقة بالتريجويد هاي المنطقة هاي المنطقة تابع لشنو؟ تابع لبالتاين بون هي الـ Palatine Bone الذي هو عظم الفك العلوي من جهة الخلفية هذه الماكزيلا هذه الماكزيلا وهذه الـ Palatine Bone ماهي اسمه؟ اسمه التريغو Palatine هاذا هو التريغو Palatine Fischer فقط نجي نشوف الماكزيلاري وشنا رح يطلع طب الماكزيلاري أول ما يطلع مثل ما قلنا سيحصل بخط مستقيم ويطلع منهم ويتيجي هنا وفشر كيف سيقوم بشرا سيقوم بـ Ganglion مثل ما قلنا عنها غانجليون عبارة عن مثل كما فعل. القانون عن تجمع من النيف. مثل هذه. المنزل المقرية المتوجنه. هذا الجزء الأساسي منه. أو سوف تلتطير لنا قانون غانجليون. غانجليون ممتاز جداً من اسم المكة الموجود فيها. هذه الغانجليون بعدين رحل هي نضع برانشات. سوف تلتطير نجرّحد المسخفز. لكن ما نريد نركز على المنزل المقرية. على هذا الرئيسي. اللي هو رائح قبول خلو سنشوف عن رائح. خلصنا أول شيء ان المكزيلي يطلع من الفوريمن روتندم بعد ما فوريمن روتندم يطلع في منطقة كيف اسمها تيريجو بالاتين فوصة شوفوا يا هاي الصورة. هذه الفوريمن هي الفوريمن روتندم لاحظوا اياه انا شنو احنا بعدنا بالاوربت ما نعين وهذا شنو مثل ما قلنا يلا راجعوا اياه هذا الاوبتيك كنال ممتاز جدا. حسا هذه فرامن روتانضم الماكزيل العين لن نعرف الأمر قبل أن يدخل للعين سوف يدخل للعين ولكن السؤال المهم الآن من أين يدخل للعين؟ سنراقب حركته وسنعرف من أين يدخل العين لاحظوا سيتي هذه فرامن روتانضم سيأتي من هذا الخندق الذي قلنا عليه الذي هو التريقو بلاتين فاصل سيأتي من هذا الشق هذا الشق اللي جوه صاير رح يجي منا ورح يستقر وين يمشي رح يمشي بالأرضية هذا شنو اسم الفشر احنا عرفنا ان الفشر اللي فوق سمينا شنو سمينا هذا رح نسميه وهي تشي عرفنا اجابة لسؤال مهم مرات يجيك بالعمل يقول لك الماقزيلا من وين يطلع لما يطب للعين يقول لك يطب للعين عن طريق الانفيرير اوربيتال فشر ممتاز جدا حسنا نجي خنشوف اول ما يطب للانفيرير اوربيتال فشر رح ينقسم اوكي احنا قلنا طلع منا هو ويجري هنا شنو رح يسوي هسا هسا رح ينقسم الى قسمين اثنين قسم يروحيتي وقسم يروحيتي ممتاز القسم الاول هذا شنو اسمه القسم الاول هذا رح يجي لهاي الفرايمين شوفوا يا هاي الفرايمين رح يطب مننا ورح يطلع هاي المنطقة شنوية هاي المنطقة الزايقوماتيك بون رح يجي يطلع من برا عن طريق الزايقوماتيكو فيشيال فرايمين ورح يطلعنا الزايقوماتيكو فيشيال نيرف هذا اول واحد الزايقوماتيكو فيشيال نيرف الثاني اكوفرايمين هنا رح يطب بها شنو اسمها اسمها الزايقوماتيكو تمبورال فرايمين و سيطال الزيغوماتيكو temporal nerve ممتاز هذا شيء اسمك هذا يسمى بالزيغوماتيكو برانش of maxillary nerve هذا هو القسم الأول مثل ما قلنا اول ما يطلب للعين عن طريق inferior orbital cuchar سينقسم إلى قسمين قسم اسمه His氣omatic branch هذا هو هذا القسم الشبير His氣omatic branch سينقسم إلى قسمين واحد His氣omatic facial nerve هذا هو يطلع عن طريق His氣omatic facial brauch واحد ثانية شو اسمه His氣omatic به nominee wahrscheinlich ممتاز سنرى كيف يغذهم بالنمسحiddه موظف سيأتي ونرسل من هنا المنطقة اسمها تمبرال البون ونتسمى السايعوماتيكو تمبرال نيرف سيجغذينا هذه المنطقة هذا هو السايعوماتيكو تمبرال نيرف ممتاز جدا ثم ما خلصنا أنا وصلنا البرانش الأول من الماقزيلري الذي هو الشاعر مينة ماذا لدينا ؟ لدينا برانج ثاني جاء من المين ترانج تذكرون أننا قلنا نقسم إلى قسمين قسم زيغوماتيك القسم الثاني يأتي يمشي يأتي يمشي إلى الفلور ويأتي بهذا المكان يدخل هنا أول ما يدخل هنا يوجد جزء منه يمشي داخل البوم داخل العظم القسم الثاني سيطلع منه ما سيطلعنا ؟ سيطلعنا الفلوربطال الفلوربطال ممتاز سنرى الفلوربطال عندما يأتي يطلع منه سيكون اسمه الفلوربطال سيقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول سيغذي سيغذي الجفن السفلي الجفن السفلي الجفن اسمه بالبيبرا وهذا ما هو؟ هذا ليس سيطلع هذا الفلوربطال اسمه الفلوربطال وهو الفلوربطال جفن السفلي سيأتي برانج ثاني سيغذي الجفن السفلي أو جانب الأنف سنسميه الجفن السفلي ممتاز وقالنا مكان واحد يغذي وهو الأبرلب هنا موعدنا الشفة الشفة العلوية فهذا سيأتي نيرف الشفة العلوية الشفة اسمها وهاي سوبيير فهذا اسمه ممتاز جداً عن طريق المكان يغذي الآن عرفنا ما هو الفلوربطال هذا الأصفر هو الفلوربطال ما قلنا؟ قلنا أن هذا الفلوربطال أول ما يطلق أول ما يطلب للبون سينقسم جزء منه سيأتي جزء منه داخل البون سينقسم جزء منه سينقسم القسم الأول سينقسم واللاترال والكينين سينقسم والميزيوبوكال 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 فقط هذه النيرف هذا اسمه انتيرير سوبيير نيرف وهذا اسمه الميزيوب وهذا اسمه من قدمة الأسنان والميزيوب ممتاز جدا فقد استخدامنا نعود السريع عندما يأتي النيرف ويمشي بالفلور ويمشي بالفلور مع العين سينقسم إلى قسمين قسم يخرج منه وقسم ينزل في الجو القسم يخرج منه پلبيبرال والجيني ويضع نزل جميل داخل يضع نزل الانتيرير سيضع نزل سيضع نزل سيضع نزل سيضع نزل سيضع نزل والميزيوبوكال السريع ونصبح سيضع نزل الجيوب الأنفية لكنهلا سيضع نزل السريع ممتاز جداً بقاننا برانشات بسيطة من الماكزيلي نيرف دعنا نعود هنا انتو تذكرون ان الماكزيلي نيرف يطلع قبل ويروح لي وين؟ يروح للعين ماذا قلنا هنا؟ كنا سوف يطلعنا مثل سوف تطلعنا أعصاب صغيرة هذه الأعصاب سوف تغضينا مكانات لكن قبلها الماكزيلي نيرف سوف يطلع منه نيرف هذا النيرف هذا النيرف سوف ينزله وسوف يدخل من وين؟ سوف يدخل من الماكزيلي عن طريق فريمان هذا النيرف ماذا اسمه؟ اسمه Posterior Superior Alveolar ماذا قلنا؟ قلنا أن هناك anterior superior ومثل superior مثل الأسنان الخلفية يغذيها يغذيها Posterior Superior ماذا فرق Posterior Superior عن باقي النيرفات؟ Posterior Superior يأتي بأحدة من فوق هذه الفشر هذه الفرصة يأتي هنا هنا فريمان خاصة يأتي طب يطب بالبون وماذا يفعل؟ يغذيها الأسنان الخلفية وهو الأسنان الخلفية هذا ما اسمه؟ هذا اسمه Posterior Superior Alveolar وماذا سوف يجتمع منه؟ سوف يجتمع بهذه الفرصة التي جاءت من فوق وهو Middle Superior والأسنان الخلفية والأسنان الخلفية سوف يجتمع به لكن ما ركزه بالعملي؟ هو أنه ليس نفس الطريق الذي يطبوا به الأسنان الخلفية والأسنان الخلفية لا هو يأتي ببحته من الخلف ويطبوا ببحته من الخلف شخصية قوية حسنا؟ تمام هذا ما هو؟ هذا هو Posterior Superior نأتي الآخر وإن شاء الله بسيطة جداً لن أركز بها ماذا لدينا؟ لدينا الغانجليون 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 موجودة؟ هذه الغانجليون الغانجليون تعتبروها هنا ممتاز أكو نيرف سوف ينزل منها ويطبوا بهذه القنال أو هذه الفرامل حسنا؟ سنرى من الغانجليون التي موجودة هنا مثل ما قلنا سيأتي نيرف يطبوا بهذه الفرامل لما يطلع من هذه الفرامل سيأتي يغذينا منطقة سقف الفم هذا النيرف ما اسمه؟ هذا النيرف اسمه Greater Palatine Nerve أكو؟ وين يأتي هذا؟ يأتي من Greater Palatine Foramen ويأتي منها يغذينا منطقة لحد لحد لبريمولر ركزه هذا سؤال مهم جداً من العملية لحد منطقة لبريمولر ويأتي لين؟ ويأتي هنا وهو المنتصف ومن الجهة الثانية طبعاً لدينا واحد ثانية حتى هو سيغذينا لبريمولر هذه المنطقة سيأتي لبريمولر ويأتي لبريمولر ممتاز هذا ما اسمه؟ هذا اسمه Greater Palatine Nerve جاء من جاء من جاء من جاء من جاء من جاء من هذا المكان وهو عبارة عن مثل حرف في V هذا لا يوجد أي نيرف يغذي صح؟ لأننا قلنا هذا يأتي لبريمولر ويوقف وهو Greater Palatine حسنا نفس الشيء سيطلق نيرف هذا النيرف سيطب بالنف سيأتي بالنف ويأتي 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 ما اسمه؟ اسمه ما اسمه؟ Incisive Canal سيأتي ويأتي ويغذي هذه المنطقة كلها هذا النيرف ما اسمه؟ هذا النيرف اسمه Nasopalatine لماذا؟ لأنه يدخل من الأنف ويكمل ويغذي كلها ويغذي كلها ويغذي ما اسمه؟ اسمه جاء من جاء من الجانجليون الممتاز جدا سنرى مكاناتهم شاهدوا هذا التجوية في الأنف يأتي النيرف من هذا التجوية في الأنف يأتي وينزل ويذهب إلى هذا الفلور ثم يأتي هنا يأتي عن طريق ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه Incisive Canal أو Incisive Framing يأتي منها Nasopalatine ويغذي هذه المنطقة التي هي منطقة من الجهة الأمامية مثل المثلث وهو central لحد الكنائن والجهة الخلفية يغذيها الجهة الخلفية يغذيها Great Palatine Nerve وقدمنا جهة واحدة هنا هنا كنال ثانية لا موجودة لا مرسومة نبينها أكثر واحدة هنا واحدة هنا تصبح وراء Great Palatine Canal ما اسمها؟ اسمها Lesser Palatine ما يصبح منها؟ يصبح منها Lesser Palatine Nerve عبارة عن نيرف قصير ما يغذينا؟ يغذينا Soft Palat اللي هو مؤخرة الفم من جهة Soft اللي لا بها عبارة عن نيرف صغير ما اسمه؟ Lesser Palatine من جهة Trygopalatine Ganglion كلهم من Trygopalatine اللي ذكرتهم بالنهاية اللي هو Lesser Palatine وبعدين عدنا كما قلنا Greater Palatine و عدنا Nasopalatine هذا هؤلاء الثلاثة هذا Nasopalatine وهذا Greater Palatine وهذا Lesser Palatine هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة يطلعون من Trygopalatine اللي هي عبارة عن تجمع من النيرف اللي طالع من منه طالع من الماكزيلاري 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 ممتاز احنا هسا جعلنا خلصنا اسوأ نيرف اللي هو طبعا اللي حسنا كمية معلومات هو يقدر ياخذ برايك يقدر يسوي باوز للفيديو ياخذ برايك لان بقى نيرف واحد اللي هو اللي هو سيكون سهل انا لدي طبعا الماكزيلاري اصاب شيء فهسا بعد ما اخذنا استراحة لمدة ثوانه نأتي لآخر اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي عندما يخرج يخرج من فريمين اسمها ههي الفريمين أوفال أوفال يعني شيء بيضاوي لاحظوا ان هذه عبارة عن بيضاوية ويمها فريمين اسمها اسمها فورامن سباينوزم هذا شيء مهم الذي تركزون به فورامن سباينوزم هل سأقل لكم ليش؟ مثل ما قلنا أنه يطلع من فورامن هنشوف بعد ما ننزل من فورامن أوفال ونلقى هنا ونجي نشوف لي فوق قبل أن نشرح على المانديبلال نيرف خلنا ناخد درس بسيط جداً عن المسلس أوف مستيكيشن هل نعرف أن الموتور بارت مع المانديبلال نيرف وان رايح رايح للمسلس أوف مستيكيشن اللي هم العضلات اللي يخلونا نحرك الفك ونمضغ الأكل ويخلونا نتكلم ممتاز ولكن شنو مع عضلات المسلس أوف مستيكيشن أصلاً أول عضلة عندنا شنو اسمها؟ اسمها المسيتر المسيتر مرون جاية شفته هذا؟ هذا شنو اسمها؟ هذا اسمها زيجوماتيك أرش شفت اللور بوردر مال زيجوماتيك أرش؟ هذا مال المسيتر تجي هنا وبعدين تنزل لي هنا هاي العضلة وين تلزك؟ تلزك بال Angle of Mandible واللور بوردر of Ramus هاي الطريقة هاي هي أول عضلة شنو اسمها؟ اسمها المسيتر طبعا نجري للعضلة الثانية العضلة الثانية يشوفون من بادية بادية هي يبارة عن جزءين بادية ممكن اسمه وجاية لي وين؟ جاية بالMedial Surface of Ramus واللور بوردر of Ramus نعرف ان هذا هو الMedial Wall of Ramus الريموس من بارة هاي الMedial Wall يأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا يأتي بالAngle of Mandible ويأتي الجزء ثاني منها؟ أتي الجزء ثاني بالMedial Wall of Lateral Terygoid نحن نأتي إلى الMedial Wall ويأتي تمسك حتى هي بنفس المكان هاي العضلة شنو اسمها؟ هاي العضلة اسمها الMedial Terygoid لانها تمسك بالTerygoid فنسميها Terygoid ولانها جاية جهة الMedial يعني جهة الدخلانية من الفك سنسميها Medial Terygoid هاي العضلة الثانية ومهمتها مهمتها نهمة لما نعرض ستجعل الأسنان يطبقون على بعض و ستساعدنا في عملية مضغ الطعام ممتاز جداً هاي العضلة البعدة العضلة البعدة تبدأ من منطقة هاي المنطقة اسمها الInfra Temporal Surface of Sphenoid Bone هاي قلناها Sphenoid Bone الInfra Temporal Surface اللي هي هاي المنطقة رح تجي تمشي منا وين تمسك؟ رح تمسك بالنك مع الكندايل العنق الكندايل طبعاً هي عبارة عن جزءين هذا الجزء الثاني من وين؟ الجزء الثاني جاي من ال Lateral Terygoid Plate تمسك تبدي منا تمسك وبعدين تمسك حتى هي بالكندايل اللي هي بالفك عضلة تشبه المروحة هي Fan Like يعني تشبه المروحة هذه العضلة ما اسمها؟ هذه العضلة اسمها Lateral Terygoid اسمها Lateral Terygoid لماذا ننهيها في Lateral Terygoid Plate اسمها Lateral Terygoid Plate نشوفها من الجزء الثاني شوفوا هي تبدي منا مثل ما قلنا هي تبدي منا وتمسك هاي جزءين هذه العضلة ما مهمتها؟ هذه العضلة مهمتها انها تجعلنا نقدم من فك كمانتنا القدام يعني هي عبارة عن خطين هاي لما تتقلصها ستجر الجر المفصل هذا ستجعله تقدم القدام ستجعلنا نقدم الفك القدام ستجعلنا ممتاز ستجعلنا اخر العضلة من العضلات المسلس أوفنسيكيشن سهلة جدا واضحة العضلة الأخيرة لم تكنها هنا لاحظوا يا انها وين؟ انها قاعدة على Temporal Bone وين ماسكة؟ منطقة اسمها الماندبل اخذناها بالفيديو الأول سننشوفها هذا هو هذا هو المسلس أوفنسيكيشن فهي تأتي تمسك هنا وهي لازق هنا فهذه العضلة اسمها Temporalis يجب انها منطقة Temporal سهلة جدا Temporalis من مكانها ومن مكان المسكة بي واضح انها تساعدنا على انها لما تتقلص هذه المنطقة ستجر الفك ستجعل الفك يتسكر فهي Temporalis هم المسلس أوفنسيكيشن نحن لماذا ذكرنا المسلس أوفنسيكيشن؟ ذكرناهم لأن المسلس أوفنسيكيشن هو يغذي المسلس أوفنسيكيشن موتور يعني هو الذي يجعل هذه العضلات تتحرك ممتاز دعنا نتحدث الآن على المنطقة مثل ما قلنا أن المنطقة يخرج من الفريمن أوفال فأول ما يخرج من الفريمن أوفال بعد ما مقسوم هذا ركزه هذا سؤال ما العملي مين ترنك يخرج منها نيرف تتذكرون ما قلت لكم قلت لكم فريمن صغيرة اسمها فريمن سباينوزم من المين ترنك سيخرج مثل النيرف سبحان الله سيطب للكرانيوم مرة أخرى وسيغذينا الدوراماتر هذا السؤال يقول لك أنت من المين ترنك أول ما يخرج من الفريمن أوفال سيخرج نيرف اسمه سباينوزم نيرف سيخرج عن طريق الفريمن سباينوزم وسيخرج الدوراماتر أول شيء ممتاز من المين ترنك ما سيخرج عنه سيخرج عن نيرف ماذا سيغذينا 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 الميديال تيريجويد مصول التي ذكرناها سيغذينا الميديال تيريجويد مصول نفس النيرف سيضطي برايط صغار العضل وهي اسمها تنصر تنباني والعضل الثاني اسمها تنصر بالاتي تنصر تنباني وتنصر بالاتي هي حفظه حفظه أن المين ترنك يخرج منه نيرف اسمها سباينوزم نيرف يرجع يطوب عن طريق الفريمن سباينوزم ويغذينا دوراماتر الثاني من المين ترنك يخرج منه برايط البرانش يروح يغذينا الميديل تريغويد الميديل تريغويد عضل شخصيتها قوية فلازم ناخذ لها برانش قبل ما ينقسم فتروح تغذينا الميديل تريغويد وهي اثنين اتباع اللي هي التنسر تمباني والتنسر بالاتي ممتاز جدا بعد هاي ما تصير هاي القصة كلها رح يجي ينقسم الماندبلر نيرف رح ينقسم الى قسمين قسم بوستيرير وقسم انتيرير ممتاز طبعا صعب جدا لاني ارسم كل شي فرح حاول نذكرهم بطريقة مبسطة خليجي نتكلم على الانتيرير ديفيجن او شي شو سيضطي رح يضطينا نيرف تو مسيتر لعضلة اللي بره ورح يضطينا نيرف تو تيمبراليس لعضلة اللي بره ورح يضطينا نيرف تو اخر عضلة شنية اللي هي الميديل تريغويد ممتاز فلسنا سنونا غطينا جميع المسلس افمستيكيشن هم اربعة واحدة جاي من المين ترنك هاي الصورة جاي من المين ترنك وثلاثة من يطاهم ثلاثة طاهم الانتيرير ديفيجن ركزوا اياي اوكي فحنا شنو عدد عندنا الانتيرير ديفيجن بثلاثة موتور اوكي واكو بقى واحد رابع هذا الواحد الرابع شنو اسمه اسمه البكال نيرف او اللونغ بكال نيرف رح ييجي منا ورح يمشي ورح يروح وين يغذينا رح يغذينا البكال صوف تيشيو مع الاسنان البوستيريور اللي هي السكس والسبن والأيت واصراوكم ياها بطريقة اوضح فانتو عرفوا ان الانتيرير ديفيجن هذا السؤال بالعملي هو عبارة عن ثلاثة برانشات موتور اللي هم لاتيرال تيريجويد المسيتر والتمبورالس واحد شنو واحد يعتبر سنسوري فقط لونغ بكال سنسوري بكال نيرف وين يروح يروح للبكال سايد يغذينا البوستيريور تيث ممتاز جدا جزء البوستيريور ينقسم الى كذا القسم الأول القسم سهل جدا ولا سنركز عليه سيطلع نيرف ويروح يفتر من وراء السكال ويروح وين سيروح اسمه أوريكلو تيمبورال أوريكلو تيمبورال يعني سيروح لجهة الأوريكلر اللي هي الأذن والتمبورال للجهة الخلفية من الرأس لا سنركز عليه هذا الأوريكلو تيمبورال ممتاز جدا أكبر جزء مننا وأقوى جزء وأشهر جزء اللي هو شنو الانفيرير آلهل الانفيرير رح يبدأ مننا وين رح يروح رح ينزل وين بهذه الفوريمن هاي الفوريمن ماذا اسمه؟ اسمها المانديبلر كانع وممتاز جدا وall يت sal Ö Comp Gray قبل ما يقصد سي splash يغذيمنات الأسنان كلها وبعد sang رح يطلع ننا عن طريق المنتال 군 يطلع عن طريق المنتال نيرف رح يكمل جزء مننا داخل العظم ويطلعنا الآخر سوف أذكرهم بطريقة أوضحة. لكن أريد أن أذكر شيء مهم. قبل أن يدخل سوف يطلع نيرف. هذا النيرف يعتبر موتور نيرف. ركزه إليها مثل هذا. وين يذهب إلى هذا؟ يذهب إلى الميلوهايويد. نعرف أن الميلوهايويد هي الأرضية مع الفم. ماذا يوجد على الإسان؟ ماذا يوجد على الباقي الشيء؟ عن طريق الميلوهايويد. الميلوهايويد هي عبارة عن عضلة تعتبر أرضية الفم. فهو يروح يطيها نيرف موتور اسمه نيرف تو ميلوهايويد. وشنو بعد نفس نيرف تو ميلوهايويد يروح يطينا موتور نيرف ثاني العضلة اسمها أنتيريير بيلي وف دايغاستريك. ممتاز جدا. خلصنا. بقاننا آخر برانش والذي سننخلص به موضوع تراجمنا نعرف كله. اللي هو اللينجوال نيرف. اللينجوال نيرف يطلع حتى هو قريب من الأنفيرر الألفلر. بعدين ما يطب بالكنال ويستمر قبل ويروح يروح لللينجوال سايد مع الأسنان بهذه الطريقة. وشنو يغذينا؟ يغذينا اللينجوال سايد مع اللاور جو من الأيت لعند الون. ويغذينا الأنتيرير 2 ثيرد. ممتاز جدا. وطبعا ويغذينا اللينجوال نيرف سيأتي الكوردا تنباناي اللي هو برانش أوف كرانيال نيرف نب 7. سيندمجونه مع بعض ويطلعنا اللي هو الإحساس بالطعام. الإحساس بالطعام يأتي عن طريق الكوردا تنباناي اللي هو برانش أوف فيشيال نيرف السابع. لكن الجنرال سنسيشن الإحساس العام بأنك أنت تحس النلسانك موجود. هذا يأتي عن طريق اللينجوال نيرف اللي هو برانش أوف بوستير ديفيجن أوف مانديبلر ديفيجن أوف ترايجيمنال نيرف. أعرف أنه أنا دوقتكم بس ماكو طريقة أحس أن هي أسهل منك أنت هيك تفهمها. فهذا دعنا نمسح الصورة ودعنا نرى كل واحدة كما تمشي. مثل ما قلنا. هذا ما هي؟ هذا المانديبلر كنال يطب بها المانديبلر. يطب بها الإنفيرال الألفلال نيرف. عندما يطب الإنفيرال الألفلال نيرف سيمشي هنا جو العظم. سيغذينا البالب والبون مع هذه الأسنان كلها لحد ما يوصل له هنا. هذا ما اسمها؟ سيسميه المنتل فوريمين. المنتل فوريمين ما سيقوم؟ سيطلع منها هنا عن طريق ما؟ المنتل نيرف. المنتل نيرف سيغذي منها لكن يغذيي أي بوني تيشي sturdy. لا يغذي أي سن guarder t 없어. يغذي يغاذي Blut fin exp qui, ويغذي Lower lip then with side. يعني لل対側には loved lip هو يغذيها. مانефي خاص بال soft tissue سيغذي يغذيها. المنتل نيرف يغذي 0130 ل المنتل نيرف لل soft tissueGrhouse. وممتاز جدا. وبعد ذلك المخصص الذي قلنا جهو منك ويقول لنا أنه يجلب منك صندوق ويكون جزء مننا يكمل واحدة سيكمل جدا. هذا الجزء سيكمل ماذا سيغذينا البون والبالب تيشيو البالب تيشيو مع الأسناد هذا ما اسمه؟ هذا اسمه إنسايزف نيرف الذي يغذينا هذه المنطقة ممتاز جدا دعونا نرى اللينجو اللينجو المثمج أنه يأتي هنا اللينجو المثمج أنه يأتي هنا يمي الإنفيرال الفيلر ما يفعله؟ يمشي بهذه المنطقة ماذا؟ ويغذينا التنك سيكون هنا يغذينا التنك ويغذينا هذه المنطقة كلها اللي هو جهة اللثة من جهة اللينجو كلها سيغذيها وممتاز جدا ومثل ما قلنا إن الإنفيرال الفيلر قبل ما يطب للكنال المالته سيضطينا نيرف ميلوهايويد هذا ميلوهايويد ميلوهايويد هنا تخيلوا أنه ميلوهايويد أعضلة سيضطينا نيرف اللي هو موتور نيرف وشنو عضلة ثانية اسمها انتيريور بيلي أوف دايجاستريك انتيريور بيلي أوف دايجاستريك أخر شيء على ما نتأكد سأرسمي لكم سأرسمي لكم المانديبلر نيرف أول شيء ما قلنا أنه يطلع من فورامن اسمها فورامن أوفال خصوتي أول ما يطلع من فورامن أوفال كيف يحدث سيطلع جزء مننا صغير عن طريق فورامن صغيرة اسمها فورامن سباينوزن سيطلع منها بعدين سيطلع مننا برانش يحصل يحصل للميديال تيريجويد وشنو وعضلة ثانية اسمها Tensor Palatini Tensor Timpani ممتاز جدا ما سيحدث؟ سنقسم إلى قسمين Posterior و Anterior القسم Posterior ما سيضطينا؟ سيضطينا Aural Temporal Nerve ممتاز القسم الثاني هو Lingual Nerve القسم الثالث هو Inferior Alveolar Nerve ممتاز ما سيضطينا؟ سيضطينا Nerve 2 Maseter Nerve 2 Temporalis سيضطينا Nerve 2 Lateral Trigoid سيضطينا سيضطينا خالف لونه لأن هذا الوحيد الذي يكون Buccal Nerve طبعا رسمي سيء جدا وهذا شيء تعرفوا وأتمنى أن هذه الصورة تقدرون تفتهمون منها هذا كان درسنا لليوم إذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة عن طريق المكان لم أشترك عليه كاتب عليه Subscribe أو إذا تحب تشوف باقي المحتوى اللي قدمه تقدر تشوفه عن طريق ال Watch Next على المكان لم أشترك عليه وإلى حين ألقاكم دمتم بخير جميعاً